اهلا بكم في مرايا اليوم نتحدث عن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يمكن كثير اللي ما يتابعون الأجواء الحركات الإسلامية وجو المشايخ الوعاض أو الدين وللهم دور في السياسة ما يعرفون هذا الاسم لكن هو للمتابعين والمهتمين بالحركات الإسلامية وأجواءها وشيوخها وتياراتها ونزاعاتها لا اسم معروف جدا وعلم من أعلام خلينا نقول الخمسين سنة أو أكثر الأخيرة من ناحية تأثيره والبصمات التي وضعها بالذات على ما عرف بتيارة السلفية أو السلفية الحركية هذه قصة نحكي عنها بعد شوي لكن قبل ذلك خلونا نتحدث عن نبذة بسيطة عن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي توفى على فكرة تزامنة وفاته مع وفاة أمير الكويت رحمة الله عليه الشيخ صباح الأحمد ولذلك ربما يعني عدى في الزحمة شوي هو طبعا عن حوالي قارب الثمانين عاما توفي الرجل هو كويتي الجنسية لكنه من أصل مصري فلسطيني وهذه نقطة جدا مهمة وستشوفون أهميتها في سياق الحديث هو من قرية عرب الرمل في المنوفية لكن أصله من غزة من فلسطين والده كان رجلا واعظا حافظا للقرآن وصديقا شخصيا لحسن البنة ومدرسا ضمن صفوف الجماعة حسب كلام عبد الرحمن عبد الخالق نفسه عن والده والده يقول أنه يقول عبد الرحمن عبد الخالق أنه سبب تعثر عبد الرحمن عبد الخالق بالسلفية آت من والده الذي قاتل في فلسطين أكثر من مرة وأكبر أبنائه محمد قتل في فلسطين في إحدى هذه المعارك ضمن كتائب الأخوان المسلمين عبد الرحمن عبد الخالق يعتبر رمز لما يعرف في السلفية الحركية غير السلفية التقليدية نتعرف مصطلح السلفية له أكثر من تناول السلفية الحركية اللي نسميهم في السعودية لاحقا عرفناهم السروريين والسروريون هم تيار مزجة بين الحركية الأخوانية إغال الأخوان في التسييس والسياسة والعمل السياسي والتحشيد والتعبئة وإهمانهم أو عدم التركيز الكافي على المواعد وطلب العلم والعقيدة والزيحة اللحة والشكل هذا الفرق بين السلفية والسلفية بمعناها القديم التقليدي اللي هم المشايخ اللي نعرفهم العاديين هذول الناس محمد سرور السوري عبد الرحمن عبد الخالق المصري الفلسطيني هم اللي مزجوا ما بين حركية الأخوان ورؤية الأخوان للحاكمية للسياسة وما بين تقيدات السلفية واهتمامها بطلب العلم الحديث والعقيدة والتركيز على موضوع التمايز السني عن بقية الطواعف يعني حديث مفصل هو بعدين عرف الموضوع باسم السرورية طبعا في قصة مهمة جدا في حياة عبد الرحمن عبد الخالق هو رحل إلى المدينة والده قبله رحل إلى المدينة في الثلث الأخير من عهد الملك عبد العجيز عهد الدولة السعودية هناك في المدينة الوالد ربى أبنائه طبعا الولد نشاء في مصر قبل لكن ربى أبنائه وهو يعتبر عبد الرحمن عبد الخالق أن هذه أجمل مرحلة في حياته كان من أوائل الملتحقين بالجامعة الإسلامية في المدينة التي أسست فيها مطلع الستينات وتتلمذ على الشيخ ناصر الدين الألباني السوري الذي يعتبر شيخ السلفين في هذا العصر الحديث وعلى مشايخ آخرين لكن على ذكر الألباني الألباني لاحقا لما برز دور الشيخ بن عبد الخالق في الكويت وأصبح زعيما للسلفين الحركيين قال إنه كان تلميذي في الجامعة وهو إخواني هذا كلام الألباني وهو إخواني متسلف وهذا التصنيف مهم جدا لنعرف الفرق طيب إيش اللي يودى عبد الرحمن عبد الخالق من المدينة إلى الكويت الحقيقة أنه أبعد هو مجموعة معهم من السلطات السعودية عام 65 عام 65 ليش أبعدوا؟ قاموا بتكسير مجموعة من المحلات يعني عملوا حركة شغب وتمرد في المدينة احتساب يعني بس أنه كان منظم واحتساب حسب مصطلحاتهم طبعا أخذ الرجل ورحل وأبعد عن السعودية وسحبت منه الجنسية السعودية كان مع جنسية السعودية من والده وحطت الطائرة به في قطر لكن قطر لم تستقبله طبعا قطر في تلك الأزمنة كان حكم الشيخ أحمد بن علي آل ثاني لم يستقبلوه ذهب إلى الكويت كانت الكويت فيها حراك واستقر في الكويت منذ ذلك الوقت ثم أصبح له شأن كبير في الكويت ونزاعات وخلافات هو أول من نظر للسلفين بجواز دخول العمل البرلماني والسياسي وكانت هذه الفتوى سببا في انشقاق سلف آخر بعضهم كفر السلفين الجهاديين مثل أبو محمد المقدسي الذي كان نظيره في الكويت على كل حال الكلام يطول جدا في موضوع عبد الرحمن عبد الخالق علاقته بجهيمان جماعة جهيمان السجالات بينهم وكنت أتمنى بصراحة لو وفقت أنا كنت حاولت أنا أوصيت بعض الأصدقاء إجراء حوار معه لكنه يبدو لم يطمعن فأجر الحوار معه الإخواني الفلسطيني المقيم في لندن عزام التميمة وبعض أصدقائي نحن إذن حين نتحدث عن عبد الرحمن عبد الخالق نقلب صفحة من صفحات التاريخ المعاصر عن الحركات الإسلامية ليلها ونهارها مجسدة في حياة هذا الرجل عبد الرحمن عبد الخالق ترجمة نانسي قنقر حسناً ما هي ولو بشكل سريع أبرز أفكار أو مقولات أو محطات عبد الرحمن عبد الخالق ترجمة نانسي قنقر وهنا يمكن لمحة بالصوت والصورة عن مواقف وآراء الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن الأخوان تحديداً لكن السلفية بوجه عام يعني تختلف عن نظام الإخوان النظام الإخوان يعتمد على التنظيم الجماعي الحزبي أما السلفية دعوة عامة يعني كأقائد ومناهج يعني من اختارها فهو منسوب إلى هذا المسمى وليس بالضرورة أن يكون منضم إلى جمعية معينة أو إلى جماعة معينة مهم أيضاً نعرف ليش عبد الرحمن عبد الخالق أثر كل هذا التأثير في العقود الإمكان في العشر سنوات الأخيرة أو بعد الربيع العربي خفت تأثيره وأصبح جزء من الماضي لكن نتكلم عن الأزمنة فيما قبل السبعينات والثمانينات نسمع هذا التعليق فبداية كان متشدداً وقد رحل من المدينة بسبب اعتداءاته على أماكن التصوير ثم عندما ذهب إلى الكويت أنشأ الحركة السلفية إلا أنها كانت حركة حزبية ولذلك مؤلفاته كثيرة في صورة العمل الجماعي بل وصل به أنه ينتقد دعوة محشف عبد الوهاب وينتقد الدعوة السلفية بقيادة الشيخ عبد العجيز بن باس وغيره من علماء هذه البلد لأنه كان يرى في هذه المدرسة السلفية أنها مدرسة جامدة ومدرسة لا تتناسب مع معطيات العصر ولذلك ابتدأ متشدداً يمينياً ثم حتى آخر مقال له في كلامه عن التطبيق فلذلك عندما نأخذ فكر عبد الرماء عبد الخالق نجده فكراً حزبية وفكراً يتضمن في أفكار القطبية ويتضمن كذلك أفكاراً في التكفير وأفكاراً في الجهات إلا أنه يغلفها بالحركة السلفية ومدرسة حياء التراث ولذلك كان في الثورات العربية كان له شأن وكان التحدث مناصراً لهذه الثورات لأن هذه الثورات أنشأت لديه العامل الحزبي وأنشأت لديه الفكر الجهادي الذي يناصب العداء لحكام المسلمين الحقيقة أنه تناولنا لشخصية عبد الرحمن عبد الخالق ضمن هذا السياق الذي يساعدنا فيه الوقت هو مجرد تأشير، مجرد إشارة، مجرد تنبيه لنبين من هم صناع الفكر المعاصر والمناهج المعاصر للحركات الإسلامية أخوان، سلفيين، المزيج بين السلفيين والأخوان جامية، سروريين، مدخلية جماعة حياء التراث اللي هم جماعة عبد الرحمن عبد الخالق كل هذه الأشياء من خلال الحديث عن شخصياتها وصناعها ونحاتها تعطينا ضوء في هذه الغرف المظلمة حتى نتعرف نحن نتعامل مع من ومن يؤثر في حياتنا جدا مهم التعرف على هذا الأمر وتثقيف الناس به وليس مجرد رثام أننا نتمنى الرحمة للجميع بقدر ما هو تقليب صفحة من صفحات الفكر الإسلامي والحركي والسياسي المعاصر رحمة الله على الرجل ابن الجوزي حينما تحدث عن بعض المؤرخين الذي كان يجهد في كتابة التاريخ وأنا اليوم أتحدث عن رجل منظر أبدأ آراءه في الجميع من حوله من إخوان وسلفيين وغيرهم واليوم نحن وغيرنا سيبضي الرأي بنا لاحقا فقال ابن الجوزي ما زلت تكتب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبة إلى اللقاء اشتركوا في القناة